كابتن محمود يمكن برده قرار اعتزال حضرتك كان في واقعة شهيرة جدا يعني ساموها الواقعة الاربعة الكبار يمكن كان حضرتك في التوقيت ده اعتزلت كابتن ربيع ياسين كابتن علاء ميهوب ومين رأى كابتن طاهر كابتن طاهر بوزيد وده حصل في 92 اعتقد بالزبط هو كان ده كان رأي كابتن ده طلب من الكابتن أنوى السلامة كان مدير الفني ووافق مجلس الإدارة في التوقيت دهوات انه هو مش عايز اقول هو قالوا انو مش هتتأيده كنت حضرتك حاسس انك لسه فيك انك تستمر انا كنت فالعب اساسي اه كنت فالعب كل ما تشاط كنت اساسي في الفريق هو قالوا انو خلاص انو مش هتتأيده عايزين تلعبه في حتة تانية نادي تانية بس كان في حد قال لي ممكن تلعب تقول لا خلاص انا ما انا عايز انا حياتي طبعا غير كده طبعا يعني هو كانت اعتقد كانت مفاجأة بالنسبة لك طبعا مش مفاجأة لكن هو تغيير الدماء يا كابتن برضو غير الحتة دي الحتة الفنية ممكن وده مدرس النادي الاهلي المدير الفني هو اللي بيقول والله انا محتاج فلان ومش محتاج فلان عمر المجلس لدارة ما قالت لا دا يقعد دا يمش فالدارة الفنية قالت كان كابتن انور سلامة فقال انا مش محتاج الجزء الفني مش محتاج فيها وكان اسماعك كبيرة طبعا كابتن محمود كابتن اكبر مني اه بالزبط يعني طار بزيته ربيع عسين وعلى ميوب كابتن علاء ميوب بعدها بقى انت ما روحتش نادي تاني لا لا خالص ولا 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 طار طار اعتاك مش شفك راح القناة والاسماعيلي ورجع ربيع برضو كان واخد قرار كان علاء انت عفل وقع الشهيرة راح الالومبيا وكان اعرض هدف في النادي الاهلي وقعد يبكي ما ادرش ما ادرش كامل براه وخرج يعني هي كانت بس يا كابتن ترجعت تاني اللي عبتها بس بعدها في ثلاثة وبعد كده يعني يمكن في ثلاثة وتسعين كان فيه دوري مدل سبع مراه كان فيه يعني البطولة العربية صح يعني كان فيه بطولات اه حتى لو هي من الناحة الفنية صح هي كانت ممكن تتعامل بشكل شيك شوي انه يعني يعني فيه احترام للمجموعة دي ممكن كان ممكن تتعامل بشكل كويس